اكتشاف خريطة قديمة توضح أماكن مجهولة على الأرض أهلا بكم أصدقاء قناة هل تعلم علوم تكنولوجيا اليوم سنعرض لكم خريطة توضح أشياء غريبة جدا حيث قد اكتشفت بواسطة فريق متخصص للبحث في الخرائط في جماعة ستانفورد وقد قاموا بترميم ستين جزء منها لكي يتعرفوا على محتوها ويبلغ طولها ثلاثة أمتار وقد رسمت لكي تشمل المناطق الحضارية حيث يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر تحديدا في عام الف وخمسمائة وسبع وثمانين تلك الخريطة الأقدم ويقول الخبراء أن الخريطة تحتوي على تفاصيل كثيرة جدا ويقول ديفيد راميز رئيس مركز الخرائط في جماعة ستانفورد أن تلك الخريطة كانت في أيدي أحدهم لذلك فهي لم تدرس لقرون وقال أن الخريطة ليس لها سعر وهي ثمينة جدا ولكن لحصن الحظ أنه قام برفعها على الانترنت لذا فالآن جميعنا يمكننا مشاهدتها وإذا أردت أن ترى الخريطة بشكل مفصل فكل ما عليك هو أن تفتح اللينك ومن ثم تبدأ بعمل زوم لترى كل تفصيلة منها وأول ما سيلفت انتباهك هو الجزء الذي لا يتشابه مع الخرائط الحالية ولا يوجد به أي وقطاب سواء شمالية أو جنوبية وإذا رجعنا للوراء فسنجد أن القطب الشمالي لم يكن موجودا في القرن الرابع عشر والخامس عشر حيث كانت عبارة عن أربع جزر منفصلة بواسطة الأنهار حيث أن إحدى نظريات التكوين تقول أن هناك نهرا كان يجوب الأرض ومن ثم انقسم إلى أربع روافد ولكن في القرن السابع عشر حدث شيء غريب حيث استبدلت تلك المنطقة على الخرائط بمنطقة القطب الشمالي الذين عرفوا الآن تلك الخريطة القديمة تعرف باسم أوربانو مانيتو والتي تظهر فيها بعض الجزر الغير متواجدة الآن وحيدة منها اسمها جزيرة الكريستال والتي كانت تتواجد جنوب جزر فلاكاند من ناحية الحدود الأرجنتينية وإذا قمنا بالبحث في هذه المنطقة الآن سيخرج لنا منطقة دويتش آيلاند ولكن إذا قمنا بتكبير الصورة سيظهر ضباب جانب الجزيرة كما لو كانت جزيرة غير مكتملة ومن ثم اكتملت وإذا قمت بالبحث حول هذه الجزيرة فستعرف أن هذه الجزيرة اكتشفت عام 1701 إذن فهناك شيء غريب فهي تتواجد في خريطة أوربانو مونتي أي أنها مكتشفة منذ العام 120 فكما قلنا أن تاريخ الخريطة يعود إلى 1587 وطبقا للبيانات فتلك الجزيرة ليست مسكونة على رغم من وجود أثار حطام عليها يفترض أن تاريخها يعود إلى 1830 ولكن الأكثر إثارة أننا إذا فتحنا موقع الجزيرة من على جوجل إرث فسنجد أثار التعاكل على حدود الجزيرة مما سيعني أنه كان يوجد أرض صلبة وهذا يثبت صحة ما تقوله الخريطة علاوة على ذلك أنه يتبين وجود أشكال هرمية في الموقع مما يعني أنه قد يعتقد أنه قد أقيمت حضارة ما هناك واستنادا على معلومات ويبكيديا فهذا المكان مليء بالكهوف التي لم تستكشف بعض علاوة على هذا فإن تربة هذه الجزيرة أسرع في النمو من باقي ترب الأرض بمعدل عشر مرات وهذا شيء مثير للدهشة وما يثير الفضول أنه إذا راد أحدهم أن يدخل تلك الجزيرة فعليه أن يحصل على تصريح من اللجنة الإدارية من جزر فلاكاند وبدون ذلك التصريح فإنه يمنع من زيارة ذلك المكان وهذه القيود تذكرنا بالقيود المفروضة على زيارة القطب الشمالي الشبح الآخر الذي يظهر في تلك الخريطة هي جزر البرازيل أو هاي برازيل تلك الجزيرة تتواجد في شمال الغربي من أيرلندا ناحية المحيط الأطلنطي وطبقا للأساطير الأيرلندية فإن تلك الجزيرة تغطى بالثلوج دائما ويزال ذلك الجليد مرة كل سبع سنوات تلك الجزيرة ظهرت أيضا في خرائط قديمة مثل خريطة أنخيلو دولستر عام 1325 وفي الأطلس الكتالوني عام 1375 وظلت موجودة في الخرائط حتى القرن التاسع عشر وفي عام 1480 أرسلت بعثة لكي تستكشف تلك الجزيرة وعلى رغم من فشل معظمها ألا أنها قد نجحت إحداهما وكانت بقيادة الكابتن أوسكوسياس والذي قد أكد أنه قد عثر عليها في عام 1674 وبعدها قد عثر عليها أيضا الكابتن أليكسندر جونسون وطبقا لرواية الاثنين فالجزيرة تحتوي على الرانب سوداء كبيرة ويعيش على تلك الجزيرة حكيما يهدي كل من يراه الذهب والفضة وقد تمت زيارتها لأخير مرة عام 1872 عندما زارها الإيرلندي حيث زارها أخير مرة كاستكشاف فضلا عن زيارات العديد من الصيادين الذين تحدثوا عنها ولكن شيئا فشيئا اختفت الجزيرة من الخرائط غيوضا عن هذا فبجانب النرويج أيضا يتواجد خط دائري حلزوني على حدودها وهو يشبه العصار والأكثر غرابة أنه في عام 2009 ظهر ما يعرف باسم حلزون النرويج العجيب وهو عبارة عن ضوء على شكل حلزوني يظهر ليلا في سماء السويدي والنرويج وبعدها أعلن وزير الدفاع الروسي أنه كان اختبارا لصاروخ الروسي ولكنه قد سقط لكن لم يقتنع الناس لأن هذا الضوء قد استمر قرابة الأسبوع يوجد أيضا شيء غريب في الخريطة وهذه المرة في تركيا حيث وجدت سفينة نوح مرسومة على تركيا ولك أن تعرف أنه منذ ما يقرب من أسبوع اجتمعت مئات من العلماء والخبراء للبحث عن هيكل السفينة والذي يظنونه في تركيا بالطبع هذا ليس من قبيل المصادفة وتدلي نظريات التكوينر 84 أن الفيضان العالمي حينها قد توقف على جبال الأرارات في تركيا وقد وجدوا العلماء في عام 2010 أثار حطام مركبة قديمة على أعلى قمة في تركيا وما قد أثار دهشة أكثر هو وجود حيوانات أسطورية وكائنات عملاقة في الجزء الخارجي من الخريطة فمثلا نجدوا على جزء الأرجنتين إقليما كاملا مليئا بالحيوانات والغريب أن تلك الحيوانات ليست فقط في خريطة أوريانو مونتي بل في عدة خرائط قديمة مثل الميركاتور والتي رسمت عام 1569 والتي تقول أنه في باتاجونيا كانت تتواجد عمالقة بارتفاع ثلاثة أمتار علما بأنه في هذه الأيام سمعنا أنه قد اكتشف أثار لعظام لكائنات عملاقة وهياكل إنسانية كبيرة وقد وصلنا ذلك رغم أن السلطات تحاول أن تكتماك كل الأدلة على وجودهم وفي النظرية التكوين 61 وفي كتب الأبو كريفة هناك أدلة تثبت وجود كائنات عملاقة وتظهر أيضا حيوانات هجينة مثل سمندل الماء والقنطوري وطيور عملاقة على شكل بشر ويذكر أيضا أنه في كتاب أوريانك أنه كانت تتواجد مخلوقات عملاقة وأسطورية ومخلوقات عجيبة ذات أشكال وألوان متعددة والتي يقال أنها كانت موجودة قبل حدوث فيضان نوح أي أن تلك المخلوقات الأسطورية هي حقائق من الماضي وليست خرافات ولكي نختم هيا بنا لنرى آخر شيء حيث تتواجد في أعلى الخريطة سنجد رسما بياني يوضح مسارة الرياح وفي كل اتجاه يتواجد وجه ما ولكن هناك وجه غريب عن الباقي وهو على شكل جنجمة وكدب تحته هذا الاتجاه لا يأتيه سوى رياح الموذية وذلك لكل الكائنات الحية وبالمصادفة نجد أن كتاب أونيك قد وصف تلك الرياح الموذية مثل ما وصفتها خريطة أوروبانو مونتي بالطبع تلك الخريطة تحوي الكثير من الغوامض التي لم نكتشفها بعد اشترك في القناة ولا تنسى أن تضغط اللايك ولا تنسى أن تشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة